زوجك دانيا تزوج عليك مرة تانية وبالدين بيحق له ماثنة وثلاث وربعة هيدا متل خانك بتقبلي ترجعي له نفس الشيء لا بتقبلي تكوني عدد من أعداد الزوجات ينأولى الثانية الثالثة والرابعة متل ما ما بيقبل إن خان ما بيقبل كون أولى وثالثة ورابعة لأنه أنا الأتنشن كلها بدا تكون لإله ما فيه الثانية وثالثة ورابعة بس انتي فيك تاخذي الأتنشن لو كان عنده أربعة أو ثلاثة مسائل مش هالحكي انه هن بيقولوا إذا أعدلوا ما فيك تعدل بين أربعة مستحيل حدا يعدل بين أربعة كنتي من الشيء عم تحكي بالدين والدين بيقلك إنه مسنا وثلاثة وربعة إيه مختلف مختلفنا في كتير قصص نعملة بحياتنا بتكون متعارض اللي مكتوب بس نعملة لأنه ما فينا نعيش مثل ما عاشوا بالزمنات مش هون الفكرة أنا قصدي فكرة إنه الشخص يرتبط بأكتر من مرعة هل أنت كرجل أصلا فيك تلحق عمرة كذا تلحق عربعة أما عم نحكي على فكرة ماديا بس مش إنه أنا بجيب بيت لهيدي وللتاني وللتاني لا عم نحكي غالب يعني بيتزوجوا أكتر من المرأة بيكونوا كمان فقرة ماش ايه كمان هيدا بعد أسوأ هيدا بعد أدرب بس طالما هي هو الزوج قادر ونساء عم تقبل يعني أنت حتى الطلاق دانية بيقيد الرجل اليوم حتى إذا طلبت الطلاق بده سريع الكلمة يزل المرأة بالمحكمة ايه كمان هيدا لازم يخليني أقبل كون زوجة ثانية وثالثة ورا بديك تطلق بيقول له بدي طلق بيقول لك ما بدي طلق ايه وبتنزلي دعاوي طلاق وتفريق بالمحكمة وسنوات من المخالعات ما بيصير شيء أو بيعطيكي مهرك بالآخر على اللبناني وبيطلقك على اللبناني على الف وخمسة هو على لبنان المهر ايه على الف وخمسة بيطلقه ولمقدم وهذا بنفوت بالحات كله إذا طلبت المؤخر اليوم بالمحكمة عم بحكيكي بكل جدية بيتلقى بكل بساطة وبيتزوج غيرها وبشكل أوفر حتى طيب هيدا مش مشكلة بأنوننا نحنا يعني بيحسبوله طب هون المشكلة شو بأنه يجب نقبل بالأربعة ولا نغير الأنون بس لا أعرف يعني أنوننا ذكوري أنوننا ذكوري كتير أنا عم بترح عاصي ده شوي فيا ليجل سايد أو جانب أنوني انت بس ما هي هون المشكلة من أنوننا حتى بس نحنا نمنع بيدوية الزواج المادنية لدينا نفس المشكلة ما عم نروح نسافر نعمله برا نحنا أنوننا هو المشكلة ما بينعقد بلبنان طيب لكن ما بتقبل بزوجة ثانية أو ثالثة